هل المباراة بقى نفسها؟ أنا سألتك مارسي كولرات جاهز للمباراة بشكل جيد ولا قلت لي بشكل جيد وكانتش فيه توفيق النهاردة إدارة المباراة بقى نفسها سواء على مستوى التشكيلة أو على مستوى التبديدات كالت إدارة جايدة للكولر النهاردة؟ آه دارة جايدة أنت بتتكلم في مباراة الناد الأهلي كسبان 1-0 شوت أول وشوت تاني زمالك تعادل مطش مفهوش فرص لا هنا ولا هنا أخد بالك فالمدافعين هنا مستريحين والمدافعين هنا مستريحين ده طبيعي جدا فأنا عشان مدافع لما اشتغل وتقلق أكيد فيه هجوم جاي علي وفيه فرص وفيه مواقف الاتراف شغالة العمق شغال لكن إذا بتتكلم على إدارة المباراة الكولر لا ما فيش مشكلة ممكن أخطأ في حاجة أو هو أخطأ في حاجة إنه هو عمل تغييرين ثلاثة بدر شوية يعني تغييرة إمام بدر شوية تغييرة تاو بدر شوية تتكلم في حسين الشحات كان ممكن يكمل لكن هو تغيير الدماء أو التجديد وخلق الدوافع نتكلم عليها النادي الأهلي معاودنا عليها ما كانش موجودة ما كانش مساعدة المدرب برا في إدارة المباراة إنه يعمل سيناريو واثنين وثلاثة صحيح فدي كانت مشكلة بالنسبة لكولر اللعيبة قدام عينه في الملعب لكن اللعيبة مش مطلعة أفضل وأحسن حاجة عنده ما فيش اختراقات من العمق ما فيش اطراف ما فيش فرص ما فيش جابهات الباك والهاف بيشتغلوا من اليمين والشمال عطيات الله مثلا مع إمام الناحة التانية هاني قبل ما يطلع مع حسين الشحات أو بيرس تاو كل ده ما شفناهوش النهاردة وسامو بعلي كان بينزل تحت قوي كان معزول بعض الفترات فكل دي أشياء أو حاجات أنت بتتفرج عليها من برا كمدرب مش أنتها بتعمل حاجة أنت بقى كمدرب بتقول لي اللعيبة كلها عملت كل حاجة لكن اللعيبة ما هيش فائقة فده مش ما قدرش حاسب عليه مدرب أنا اللي أنا بحاسب عليه كولر أو الكومنت اللي قدر أنا أقول لكولر أن أنت قدرت يعني أو في خطأ أنت التغييرات كانت بدر شوية لأن الفرقة كانت مشى كويس رغب أن كولر دايما يولام أن تغييراتهم اتأخر بس النهاردة التغييرات كان بدر هم الأجانب كلهم كده بيغيروا بعد الديها 65-70 بيدي فرصة كبيرة جدا للعيبة الأسية وبعد كده يغير ممكن يغير اللي ينزل بيصنع الفرق زي أفشة والكلام ده ماشي إنما التغييرات الوحيدة اللي كان ممكن يغيرها في الديها 65 وإنت كسبان هو أفشة صح بيغير لك طريقة اللعب والراجل بيلعب عشرة وعنده رؤية والسكان متاع كويس بيقدر يلعب على الإطرافهم العنق ويجيب لك فاول يعني بيخلق فرص جامدة جدا هو ده التغييرات الوحيدة لكن الإدارة بتاعت كولر النهاردة ما هيش وحشة وغلت بس في حاجة اللي أنا بقولك عليها كاري التغييرات كانت بادر شوي لأنه كان المفروض كان عمل كنترول على اللعيبة خصوهم بالذات في نص الملعب إن أقرم ما كانش في حالة هو مرهان خرج مرهان مرهان ما بيطلعش يعني مرهان تعرف مكوك في نص الملعب فهي الإدارة بتاعت كولر النهاردة معقولة بالإضافة بس أو الحاجة الوحيدة هذه اللي هي الأخطاء في أنه بدر شوية التغييرات بالزبط في التغييرات عظيم